بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلنا في بحتنا الجزء الثالث إلى صناعة الخطابة وأخذنا المبحث الأول ليس بأجمعه وإنما أخذنا منه المطلب الأول والثاني المطلب الأول كان وجه الحاجة إلى الخطابة والثاني وضائف الخطابة وفوائدها في هذا المطلب اليوم سوف نشير وإلى تعريف الخطابة وتعريف هذه الصناعة وأيضا بيان أجزاء هذه الصناعة يعني ما هي الأجزاء والهيكلية العامة لها بالنسبة إلى التعريف هنا الشيخ رحمة الله عليه يقول أنه من خلال ما تقدم من فوائد الخطابة ووظائف الخطابة ووجه الحاجة إليها يمكننا أن نأخذ تعريفا حول هذه الصناعة المهمة والتعريف هو يعرفه هنا الشيخ رحمة الله عليه بأنها هي عبارة عن صناعة هذه الصناعة علمية بسبب هذه الصناعة يمكننا أن نقنع الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر الإمكان يعني من خلال هذه الصناعة العلمية ما هي فائدتها؟ ما هي وظيفتها؟ من خلالها يمكننا إقناع الجمهور بالأمر الذي نريد أو يتوقع الحصول التصديق فيه طبعا هذه المسألة هي تعريف لأصل الصناعة ويبين أنه ما هو المراد من الإقناع والقناعة هنا القناعة هي التصديق بالشيء مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون هناك نقيض له يعني أنا حينما أقتنع أقتنع بأنه لا يوجد سكان على المريخ مثلا هذه القناعة مع حصول اعتقاد بعدم وجود سكان عليهم أيضا على المريخ مثلا فهنا صار عندي اعتقاد أو اعتقاد بأن الدنيا هي مثلا مرحلة مؤقتة وبعدها الآخر إن لم يحصل عندنا يقين فإذن الاعتقاد بأي شيء تصديق بالشيء مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق أو إما أنه أعتقد بأنه لا يمكن أن يوجد نقيضة أو الاعتقاد أنه يوجد نقيض ولكنني مقتنع بهذا المسألة يعني عندي شيئين الشيء الأول أنا أرجحه ثمانين بالمئة مثلا هذه ثمانين بالمئة أنا أعتقد أنه يوجد عنده شيء آخر يمكن أن يكون مناقضة ولكنني أعتقد بالثمانين بالمئة وأعتقد بأنها هي أميل وأصدق بها فإذن الاعتقاد هنا أو القناعة هنا إما على نحو القطع أو على نحو الضان القطع إما مئة بالمئة يصدق مع صفر بالمئة أو ثمانين بالمئة يصدق مع عشرين بالمئة مثلا نعم طبعا هنا يشير الشيخ رحمة الله عليه في هذه المسألة إلى أنه نحن الآن في وقتنا وفي وقت الشيخ رحمة الله عليه في ذلك الوقت طبعا في ذلك الوقت لم تكن واضحة بصورة جلية مثل الآن الآن عندنا أنواع من الخطابة أنواع من الأشخاص الذين يقفون أمام الجمهور ويتكلمون بكلمات هذه الكلمات لها أثر وواقع أمام الجمهور هذه نسميها أيضا خطابة يقول ليس المراد من الخطابة هي أن يقف الشخص ويلقي مطالب أمام الجمهور وإن كان يسمي نفسه خطيبة بل ملاك الخطابة هو الإقناع فأينما وجد توجد الخطابة لأنه كل من مسك الإبرة صار خياطا لا أنه كل من مسك المنشار صار نجارا بل كل من أتقن هذه الصناعة كل من وفى بغاية هذه الصناعة كل من أدى الأمور المنفعة المترتبة على هذه الصناعة والمنفع المترتبة على هذه الصناعة ما هي؟ هي الإقناع فكل من أقنع الناس بما يعتقد سواء كان صعد على منبر أو على كرسي أو بينهم جلس هذا نسميه خطيبا فإذن الخطابة بهذا الشرط شرطها الإقناع فمن أقنع الآخرين فهو خطيب طبعا في هذه الورقات يقول الشيخ أنه هنا نحاول أن نبين أجزاء هذه الصناعة وكيفية التوصل إلى إقناع الناس الآخرين طبعا هناك أجزاء أساسية وهناك أجزاء مساعدة كما سيأتي بحثها في المطلب اللاحق إن شاء الله نطبق هذا المطلب ثم ننتقل المطلب الرابع الثالث تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة يمكن مما تقدم أن نتصيد تعريف صناعة الخطابة على النحو الآتي حسب ما هو معروف عند المنطقيين هذا التعريف يذكره المنطقيين وأيضا توصلنا له من خلال الغاية والمنفع والحاجة لها ما هي؟ يقول إنها أي الخطابة صناعة علمية إذن هذه صناعة علمية فهي صناعة هذا جنس بمثابة الجنس لها والعلمية أيضا بمثابة صناعة علمية تعتبر كلاهما عام لأنه عندنا كثير من الصناعات العلمية الآن ما هو القدر المتخصص بهذه الصناعة؟ يقول بسببها يمكن إقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر الإمكان بسبب هذه الصناعة يمكننا أن نقنع الجمهور نقنع إما اعتقاد مع عدم احتمال لنقيض أو اعتقاد مع وجود النقيض ولكنه أمين لهذا الاعتقاد كما سيأتينا هذا هو تعريف أصل هذه الصناعة التي غايتها حصول ملكة الخطابة التي بها يتمكن الشخص الخطيب من إقناع الجمهور عن طريق هذه الصناعة يتمكن من إقناع الجمهور والمراد من القناعة هنا يأتي سؤال ويجيب عنه ما هو القناعة؟ قناعة هل هي قناعة شخصية؟ هل هي مجرد الضان؟ هل هي شيء آخر؟ يقول والمراد من القناعة هو التصديق بالشيء هذا التصديق بالشيء مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق يصدق بالخبر ويعتقد بأنه لا يمكن أن يوجد نقيض له أو إذن هذا سيكون معنى عام هذه القناعة القناعة يشمل اليقين ويشمل الضان أو مع الاعتقاد بإمكان ما ينقضه إلا أن النفس تصير بسبب الطرق المقنعة أميل إلى التصديق من خلافه يعني هناك ما ينقضه ولكن النفس بسبب وجود الطرق والمؤثرات التي أثرت تكون تميل إلى هذا الرأي دون الرأي الآخر وهذا الأخير هو المسمى عندهم بالضان على نحو ما تقدمه صفحة 325 من هذا الجزء ظهر 26 مهم من هذا الجزء نعم ثم إنه ليس المراد من لفظ الخطابة التي وضعت لها هذه الصناعة مجرد معنى الخطابة المفهوم من لفظها في هذا العاصر يعني يقول في هذا العاصر ليس كل من صعد على المنبر أو قام خطيبا هو خطيب بمعنى الصناعة لا وهو أن يقف الشخص أن يقف الشخص ويتكلم بما يسمع المجتمعين بأي أسلوب كان سواء كان جالس على منضده مثل مثلا أو واقف أو على المنبر أو غير ذلك بل أسلوب البيان وأداء المقاصد بما يتكفل إقناع الجمهور إذن هذا هو المربط هنا أنه لا بد أن تكون عندنا إقناع الجمهور وهو الذي يقوم معنى الخطابة يعني أسلوب البيان وأداء المقاصد بما يتكفل إقناع الجمهور هو الذي يقوم معنى الخطابة إذن ما الذي يقوم معنى الخطابة؟ أسلوب البيان وأداء المقاصد الذي يؤدي إلى إقناع الجمهور وإن كان بالكتابة يعني هذا ليس حصرا فقط في الكلام لحتى في الكتاب بعض الكتاب حينما يكتبون كتابات تقتنع بكتاباتهم لأنه يكتبها بصورة منظمة وقريبة من الجمهور ويتأثر بها القارئ أو المحاورة كما يحصل في محاورة المرافعة عند القضاة والحكام بعض القضاة وبعض المحامين يقومون بإجلال خطبة هذه الخطبة تقنع مثلا الجمهور أو تقنع القاضي بأن هذا هو ليس بمتهمين يقول وهذه الصناعة تتكفل ببيان هذا الأسلوب وكيف يتوصل إلى إقناع الناس بالكلام وما لهذا الأسلوب من مساعدات وأعوان من صعود على مرتفعين ورفع صوت ونبرات خاصة وما إلى ذلك مما سيأتي شرحه يعني يقول هذا صحيح أنه إقناع ولكن الإقناع يعتمد على أجزاء ما هي؟ يقول سيأتي شرحها التي هو محلها في هذا الدرس أيضا وهو أجزاء الخطابة طبعا الخطابة تشتمل على جزئين العمود والأعوان العمود هي المادة التي نحاول أن يصدق أو نقنع الجمهور بها يعني نحن عندنا فت شيء هذا الشيء نحاول أن نقنع الجمهور به مثلا نريد أن نقنع الجمهور بضرورة مثلا تقليل مصرف الكهرباء إذن هذه المادة تقليل مصرف الكهرباء هي هذه المادة بغض النظر لأن قلت لكم الخطابات مرة تكون لدافع ديني مثلا ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن نريد أن نقنع الناس بهذه المسألة أو نريد أن نقنع الناس بتكفل اليتامة أو بالصدقة أو بغير ذلك فهذه المادة المادة ما هي الموضوع الذي تحاول أن يكون هذا الموضوع ماذا هو المحور وهو الثمر يعني تقنع الجمهور به هذا نسميه العمود طبعا وهذه العمود هي تتألف الحجة الإقناعية التي أنت تريد أن توفرها تؤدي إلى نتيجة النتيجة هي العمود هذه الحجة الإقناعية تسمى بالتثبيت كما سيأتيه يعني هناك مصطلحات كما ذكرنا هناك عندنا مواضع وعندنا سائل وعندنا مجيب هنا أيضا بعض المصطلحات الخاصة بهذه الصناعة وهو هنا التثبيت عن الحجة الإقناعية هذه الحجة التي قومتها على صورة مقدمات مثلا هذه نسميها التثبيت فإذن العمود ما هو العمود؟ هو كل قول منتج لذاته هذا الإنتاج يكون مقنعا إذن كل ما يلزم أن يكون مقنعا هذا نسميه بالعمود لماذا سميه عمود؟ لأنه باعتبار أن الخطابة تقوم عليه هو أهم شيء فيها لذلك بلا عمود فبأي شيء تقنع الناس إذن لابد أن يكون عندك شيء هذا الشيء تحاول أن تقنع الآخرين به هذا نسميه العمود جيد الأعوان الأعوان هو كل الأمور التي تعتبر خارجية وتؤثر على عواطف الجمهور مثل أي شيء؟ الأقوال الأفعال الهيئات الخارجية حركة اليد صوت النبرة وقية الأمور المظهر الشكل تأثر الوجه وغير ذلك هذه كلها نسميها بالأعوان لماذا بأعوان؟ لأنها لا تؤثر على أصل الحجة الإقناعية لا تؤثر على نفس التثبيت والعمود بل هي تساعد يعني تجذب العاطفة عاطفة الناس وتجعلها مع هؤلاء القوم طبعا يقول هنا نحن كما عندنا هناك شيء فيه قوام وهناك شيء آخر مهم كذلك عندنا هنا تعتبر العمود والأعوان هما الجزءان المقومان لمفهوم الخطابة لماذا؟ لأنه العمود بمفرده قد لا يؤثر يعني لا يمكنه أن يقنع الجمهور حسب ما ذكرنا لأنه الجمهور ينشدون عاطفيا واحتمال أنه هذا العمود فقط إذا تلقي هكذا من دون مؤثرات خارجية قد لا يتأثرون به بل على الأكثر يقول الشيخ أنه يفشل الآخرون في تحقيقه وإذا فشلوا ما هو المقصود من الخطابة؟ هو الإقناع فإذا فشل الإقناع فإذا خلصت الخطابة خرجت الخطابة انتهت الخطابة صار عندنا شيء آخر فإذا كل ما هو له دخل في تحقق الإقناع هو يعتبر له مدخلية في هذه الصناعة طبعا هنا يقول حينما نقول أنه هو مقتضي للإقناع المقتضي للإقناع هو يقول أنه عندنا بعض الأمور هي تؤدي إلى الإقناع اللي هي شهادة الشاهد وشهادة الحال مر شهادة الحال أنه ترى هذا الشخص بحاله مثلا حينما تنظر إلى شخص وهو من العلماء الكبار وكذا وهو يبكي وتأثر لموقف ما هذا ما رح يأدي؟ رح يأدي إلى تضاعف التأثير في الصفوف مثلا حينما ترى أنه مرجع أو عالم من العلماء يقوم لشخص فقير ويقبل يده أو نرى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما جاءه شخص فلاح قبل يده قال هذه يد يحبها الله ويحبها ورسوله فهنا هذا مو فقط حجة إقناعية هذه يعني من هذا الفعل الواحد أثر تأثيرا إيجابيا في أي شيء في كل هذه المسائل فصارت بمثابة الحجة بحد ذاتها نعم فيقول نحن عندنا أربعة أقسام ينبغي أن نبحث عنها أولا العمود والشهادة القولية وشهادة الحال والمقتضاء للاستعداد للإقناع هذه أربعة ولكن يقول نحن نقسمها بتقسيم آخر ما هو التقسيم الآخر شيخنا يقول العمود واستدراجات بحسب القائل يعني هذه الأمور طبعا رح تأتي كل هذه تأتي اتباعا ولكن نحن نبينها الآن فقط إشارة استدراجات بحسب القائل أنه نفس الشخص المتكلم هذا هيئته وضعه حركات يده حركات وجهه تأثر ضحكته بكاؤه غمه وغير ذلك هذه بحسب القائل وبحسب القول الكلام الذي يقول قصة شعر رواية غير ذلك من الأمور واستدراجات بحسب المستمع كيف يمكن أنه هذا الشخص المستمع أنه يؤثر على الخطابة وشهادة القول وشهادة الحال فهذه ستة أمور نطبق هذه المسألة رابعا أجزاء الخطابة الخطابة تشتمل على جزئين العمود والأعوان العمود ويقصدون بالعمود هنا مادة القضاء مادة قضايا الخطابة التي تتألف منها الحج الإقناعية نحن عندنا مادة وعندنا الصورة الصورة كما قلنا صورة قياس أو استقراء ولكن المادة هي ما نحش به هذه الصورة وتسمى الحج الإقناعية بإصطلاح هذه الصناعة التثبيت على ما سيأتي وبعبارة أخرى العمود هو كل قول منتج لذاته للمطلوب إنتاجا بحسب الإقناع إذن كل قول منتج هذا الإنتاج يكون مقنعا هذا نسميه عمود وإنما سمي عمودا فباعتبار أنه قوام الخطابة وعليه الاعتماد في الإقناع لأن أي شيء تريد أن تقنع أود عندك مادة تريد أن تقنع فيها الجمهور ولا تقنعهم بأي شيء بأ الأعوان ويقصدون بها الأقوال والأفعال والهيئات الخارجية عن العمود المعينة له على الإقناع المساعدة له على التأثير المهيئة للمستمعين على قبوله إذن فوائد الأعوان ما هي؟ هي معينة للعمود على الإقناع ومساعدة للعمود على التأثير ومهيئة للمستمعين على قبول هذا التأثير وكل من الأمرين يعني العمود والأعوان يعد في الحقيقة جزءا مقوما للخطابة كل واحد منهما هو جزء مقووم للخطابة لأن العمود وحده قد لا يؤدي تمام الغرض من الإقناع ليس دائما العمود يؤدي الإقناع بل على الأكثر يفشل في تحقيقه حتى لو ذكرت هذه بصورة مقدمات وحجة هذه الحجة الإقناعية من دون أن يقتنع الجمهور بها لا يمكن أن تؤثر والمقصود الأصلي من الخطابة هو الإقناع كما تقدم فإذا خطابة من دون إقناع ليست بخطابة سالبة بانتفاع الموضوع فكل ما هو مقتضن له دخيل في تحققه لا بد أن يكون في الخطابة دخيلا جيد وإن كان من الأمور الخارجة عن مادة القضايا التي تتألف منه الحجة حتى لو كان هذه الأمور خارجة عن مواد التي نريد نحن إقناع الجمهور بها لتتألف منها الحجة العمود وقولنا هنا ما هو قولنا؟ يقول فكل ما هو مقتضن له مقتضن للإقناع يعني وقولنا هنا مقتضن للإقناع نقصد به أعم مما يكون مقتضيا لنفس الإقناع أو مقتضيا للإستعداد له يعني مرة أنا أقنع شخصا مباشرة ومرة لا لا أقنعه مباشرة بل أجعله مستعدا للإقناع يعني أنت مرة تريد أن تحرق شيء حرقته بالنار قربت النار منه احترق ومرة لا أنت تجعل هذا الشيء تزيل من الموانع تزيل من الحواجب تجزيل من الحواجب حتى أي شيء حتى تجعله مقتضيا للحق متى ما أردته يحترق مباشرة يحترق فالأول هذا تجعله مقتضيا للإقناع ومباشرة أما الثاني لا تجعله مستعدا بحيث من أي إشارة متى تؤشر له إشارة بسيطة فإنه سوف يكون بالأمر يعني المطلوب متى أردته أن يكون مقتنعا فهو مقتنع والمقتضي لنفس الإقناع ليس العمود وحده كما ربما يتخيل مفقط العمود هو الذي يقتضي الإقناع بل شهادة الشاهد أيضا تقتضيه مع أنها من الأعوان قلنا أنه العمود بمفرده قد لا يؤثر على الإقناع بل لابد أن يكون معه أنصار أعوان ما هم الأعوان؟ هما شهادة الشاهد وشهادة الشاهد على قسمين شهادة قول وشهادة حال إذن صار عندنا عمود وشهادة الحال وشهادة القول هذه الثلاثة وبعد وعندنا المقتضي للاستعداد للإقناع فصار عندنا أربعة فهذه أربعة أقسام ينبغي البحث عنها العمود والشهادة القولية وشهادة الحال والمقتضى للاستعداد للإقناع هذه أربعة ويمكن يقول خف هذه الأربعة تكون بعيدة عنكم نبحث ونفتح البحث إلى أسلوب آخر وطريق آخر ويمكن فتح البحث فيها بأسلوب آخر من التقسيم بأن نقول الخطابة تشتمل على عمود وأعوان ثم الأعوان على قسمين إما بصناعة وحيلة وإما بغير صناعة وحيلة فإذن العمود والأعوان الأعوان إما بصناعة وحيلة أو لا ليس بصناعة وحيلة والأول وهو ما كان بصناعة وحيلة يسمى استدراجات فإذن عندنا عمود والأعوان إما استدراجات والاستدراجات تنقسم إلى ثلاثة أقسام استدراجات بحسب القائل أو بحسب القول أو بحسب المستمع والثاني الذي هو لم يكن أو ليس بصناعة وحيلة وهو ما كان بغير صناعة وحيلة يسمى نصرة وشهادة وهي الشهادة على قسمين شهادة قول وشهادة حال فهذه ستة أقسام ما هي ستة أقسام؟ العمود استدراجات بحسب القائل استدراجات بحسب القول استدراجات بحسب المستمع شهادة القول شهادة الحال يقول إذا فهذه الستة هي بالأخير أتكون أجزاء الخطابة يفينبغي البحث عنها واحدة واحدة أما بقية الأمور فسيأتي الكلام عنها في الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والصرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واستد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة